الجهود المصرية في هذا الإطار الحقيقة هي إدراك من القاهرة لمدى المخاطر بتحيط بيئة القارة الإفريقية وخصوصاً المنطقة الخاصة بالساحل والصحراء والمنطقة الوقع في غرب إفريقيا لو نظرنا إلى التطورات اللي بتحصل في الأقليم المحيطة زي اللي بيحصل في سوريا على سبيل المثال وهجرة الدواعش عن طريق الوسيط أو المقاول التركي اللي بيسهل نقل هؤلاء العناصر إلى مكان آخر للأسف هناك تقديرات كثيرة داخل الاتحاد الإفريقي ومنظمة سلم والأمن داخل إفريقي أو مفاوضات سلم والأمن داخل الاتحاد الأفريقي بتذكر أن هناك مخاوف من نزوح عشرات الآلاف من المقاتلين الدواعش إلى قارة إفريقيا مرة أخرى إلى دولهم وسيكون مكان التواجد لهم هيكون منطقة الساحل والصحراء ومنطقة غرب إفريقيا وبالتالي كان هذا الانتباه المصري واليقضى المصرية لخطورة هذا الأمر للتعليق على المنتدى الهام يساعدني أن يكون معنا على الهواء مباشرة سعرة السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية سعرة السفير مساء الخير على حضرتك أهلا مساء الخير سعرة السفير كيف ترى أهمية انعقاد هذا المنتدى الأول في أسوان للسلام والأمن والتنمية المستدامة في إفريقيا وسط كل هذه التحديات التي تحيط بأمن القارة يعني الحقيقة دون أدنى تجاوز أستطيع أن أقول أنها صيغة جديرة بمصر مصر التي تمتلك ليس فقط حضارة وتقاليد راسخة ودور أفريقي تاريخي يعود إلى حصول هذه الدول على الاستقلال إنما عايشت قيام منظمة الوحدة الإفريقية منذ قيامها في سنة تلاتة وستين وتابعتها بعد ذلك وبطبيعة الحال هي تستأنف بزخم يتميز أولا برؤية واضحة لما ينبغي على أفريقي أن تفعله الأمر الثاني العقبات والصعاب الموجودة تلاتة أن صيغة المنتدى في حد ذاتها أو صيغة ما يسمى محفل أو فورم هي صيغة في حقيقة الأمر فيها كثير من مجالات الخارجة وحنية الخارجة بمعنى أن صيغة أولا تسمح بتبادل الرأي تسمح بفتح أفاق غير مقيدة أو سابقة التكييز بالنسبة للأوضاع القائمة الأمر الثالث أن صيغة في حالة أسوان التي نتحدث عنها صيغة يشارك فيها الشباب الأفريقي الشباب الأفريقي مش هأكرر وأقول أنه عصب المستقبل إنما أقول في واقع الأمر أنه يمتلك الرؤية يمتلك القدرة على التأثير في مجتمع في الوقت الحالي صحيح يعني بمعنى آخر الشباب في صيغته الواسعة هو الأرضية المناسبة وهو البيئة الخاضنة لأي تطور طيب سعد سفير يعني في حال لقدر الله تأخرت الدول الإفريقية في اتخاذ خطوات من أجل ضمان أمنها من مخاطر الدواعش وبوكو حرام وغيرها الحقيقة من الجماعات الإرهابية اللي بتنشط في القارة برأيك ماذا لو تأخروا في اتخاذ هذه الإجراءات التي قد ترشح غدا إن شاء الله عن منتدى أسوان يا طرق الصورة هتبقى عاملة زي في القارة لا 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 لن تحتمل القارة هذا الكلام يعني أنا عايزة أقول حاجة واسمح لي فضل أسترجع شيء قلته اللي هو البيئة الخاضنة بمعنى أن البيئة الخاضنة ليست بالضرورة البيئة المتعاطفة مثلا مع بوكو حضام إنما البيئة التي قد يعني لا تتعامل بدرجة من الفاعلية المطلوبة مع الظروف والأحوال التي أدت إلى ظهور طبع مثل هذه التنظيمات وإلى أنها تتعامل على أرضية بقدر الإمكان تسمح لها بالتواجد وتسمح لها بالانتشار هي بيئة في حقيقة الأمر تتأسس على أبعاد فيها جزء تاريخي فيها جزء ثقافي فيها جزء مستقبلي الجزء التاريخي يعود إلى القذور الجزء الحاضر يعود إلى المخاطر الجزء المستقبلي يعود إلى بطبيعة الحال ربط المستقبل الذي تأمل فيه الدول الأفريقية بقدراتها على الحركة وعلى النمو صحيح ولا يمكن أن تتحرك في ظل هذه التنظيم طبعا يتفرع عن هذا أمور كثيرة بمعنى أنا أنا سفعد سفير بس في الجزءية دي مثلا مسألة إعادة الإعمار في الدول بعد النزاعات أو إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات ده محور مهم عدد كبير جدا من دول القارة مرت بنزاعات لكن لم يحدث فيها التنمية الكافية فأصبحت إما مرتع للإرهاب أو أنها أصبحت طاردة لأهلها وأصبحهم بالتالي سيل من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وإلى غيرها برأي حضرتك أهمية إعادة الإعمار بعد النزاعات وكذلك صدافة مصر والاتفاقية يعني الحياة التي تم توقعها اليوم وصدافة القاهرة لهذا المركز لإعادة الإعمار ما بعد النزاعات في إفريقيا أهمية ده إيه بالنسبة للقارة من وجهة نظر حضرتك أستاذ عمل أنت طرحت سؤال مهم أقول لأنه النهاردة أنا بدي أقول حاجة قضية إعادة الإعمار مطروحة وترحت وطبعا الكل يتطلع إلى ما عرف من أن القائرة سوف تكون هي المقر مصر سوف تكون مقرا لهذا المركز النقطة ما يلي قضية الوضع المؤسسي في العمل الأفريقي أو العمل السياسي قضية هامة إنما أتمنى أيضا أن ترتبط قضية إعادة الإعمار برؤية تشارك فيها العناصر الأفريقية وهي تحتمل في حد ذاتها مؤتمرا يتم تنظيمه على المستوى المناسب وبالمشاركة المناسبة أولا تحدد الأطراف التي أولى بالرعاية الأمر الثاني المجالات التي ينبغي البدء فيها مباشرة صحيح ثلاثة كيف يمكن تحقيق تعاون أفريقي أفريقي أو أفريقي خارجي يسرع من هذا البدء صحيح وبعدين الطرح هنا طرح متنوع بمعنى أن حتى البعد الخارجي فضلا عن البعد الأفريقي يطرح المشكلة من زاوية أنه الإرهاب يعشعش في الأوساط الفقيرة المتدنية الجاهلة التي تسعى إلى الاستفادة أو تستثمرها جهة أخرى بطريقة المهنة بالضبط إذن فلنصادر على هذا صحيح يبقى عن طريق التنمية خصوصا في مرحلة طبعا يا أستاذ سفير التنمية في مرحلة ما بعد النزاعات يعني فأشكر سيادتك شكرا جزيلا سعد سفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية